بالنسبة للنادي الأهلي أخبار مهمة جدا تخص النادي الأهلي هقولها لك هما تلت أخبار تلت أخبار مهمين جدا أول أخبار كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي راح مران الفريق وقعد مع فيتوريا وقعد مع مرسي الكورر وقعد مع اللاعبين ويهي الكلام كان شبه الكلام اللي كنت أقوله من شوية مباراة الزمالك ده كلام الخطيب لللاعبين كابتن كبير كابتن محمود الخطيب لللاعبين مباراة الزمالك هي مباراة احتفالية بعد فوزنا بلقب الدوري الممتاز مش عايزين ننجرف مع أي شيء مش عايزين عصبية في الملعب مش عايزين أي أزمة مش عايزين أي مشكلة إحنا كذبانين الدوري فإحنا مش محتاجين نحط نفسينا في موضع في أي مشكلة أو أي أزمة دي مباراة تخص الكرة المصرية بشكل عام الكل بيشوفها فلازم نطلع كأهلي بشكل مشرف لكلام الكابتن محمود الخطيب للعبيه والجهاز الفني طيب مارس الكولر بعد الجلسة دي كان قاعد مع جهازه المعاون وكان بيتكلم معاهم عن فكرة هل نبدأ نريح لعبين قبل مباراة الزمالك هل نشرك اللعبين القوام الأساسي للفريق في مباراة الزمالك ولا نلعب بقوام مش أساسي قدام نادي الزمالك بعد حصم لقب الدوري توصلوا الاتفاق في الآخر مارس الكولر وجهازه المعاون بعد بعض الاختلافات انهم هيلعبوا بالقوام الأساسي في مباراة الزمالك وبعد كده هيتم إراحة بعض أو كثير من اللعبين بعد مباراة الزمالك بالمناسبة بالنسبة كبيرة جدا بالنسبة كبيرة جدا مارس الكولر بعد مباراة الزمالك هياخد أجازته السنوية وهيسافر إلى بلاده وهيستكمل الموسم الكابتن سامي أمصان كمدير فني أو قائم بعمال المدير الفني فيما توقع من مباراة في الدوري هذا الموسم ده في أغلب الزن مارس الكولر طلب من إدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي يبدو أنها هتوافق على أجازة مارس الكولر بعد مباراة الزمالك